حبيل لازم يعرفوا برضو يا كابتن حشيش ان احنا بنحبوهم عشان تلابس تشيرتيند الاهلي مش كل جمهور الاهلي بيحبها عشان تلابس تشيرتيند الاهلي والله يا كابتن اسلام يعني انا كنت معاك هنا من ثلاثة أسابيع تلاثة أسابيع تقريباً يوم سبعة الشهر كان بعد المبارات سموحة والجونة وكده وقلت وقتها ان موضوع الخسارة او موضوع التعادل ده ممكن يتكرر الفترة اللي جاية لان احنا موجودين في مشكلة والمشكلة دي احنا فيها وحنفضل فيها وعملين زي اللي هو ايه مربوط فساقية موضوع ما تغيرش وبعدين حتة استشفى والكلام والقصت دي مفيش حاجة ما استشفى في الظروف اللي النادي الاهلي فيها واللعيبة فيها يعني ايه كابتن ماليش ما فيش استشفى ما احنا طول عمرنا عايشين على الاستشفى بتتكلم لو الامور طبيعية وان انت موسم الضغط في شوية ممكن تقدر تعمل الكلام ده انما لما تقعد مواسم وراء بعد متتالية تلات مواسم في ضغط على طول وراء بعده مع لعيبة القسم المشترك والاغلبية في المنتخب مع اكتر من بطولة في الموسم الزاتي الاخير ده بطولة افريقية مع المنتخب في البطولة العربية امم افريقية يعني الموضوع زاد عن الحد ما بقاش ينفع معا الاستفشى وفي وضع قائم انا قلت المرة اللي فاتت ولازم لا غنى عنه لان دلوقتي الموضوع عدى بقى حد الإجهاد وان اللعيبة مش قادرة مش قادرة توقف لا انت دخلت كمان في موضوع الإصابات يعني عدت مرحلة الإجهاد واللعيبة مش قادرة تدي كل طاقتها لانها مش قادرة لا انت دخلت كمان الإجهاد قلب بإصابات غصبا عن اللعيبة لان اللعيبة برضو هي هي اللي بتلعب الفترة اللي جاية ما افضلش ماتشين ولا ثلاثة لسه فيه كم كبير من الماتشات كل ثلاثة ايام كل ثلاثة ايام ماتش فانت لازم دلوقتي تفكر المسألة برضو مش مسألة مدرب عارف اللعيبة مدرب مش عارف اللعيبة مدرب مشي مدرب جي الكلام ده كله دلوقتي احنا محتاجين في الفترة اللي احنا فيها يكون فيه توليفة في الملعب اكتر لعيبة مريحة حتى منهم الناشئين وانا كلمت قبل كده مصر على القصة دي فيه لعيبة مش ناشئين خرجة من إصابات بقالها فترة كويسة ومفروض تدخل تاخد زي ما قلت اللعيب الناشئ او اللي كان بعيد عن الملاعب بس واقف على رجله احسن من لعيب نجم كبير بس مش قادر مش قادر يتحرك لان انا كمان ممكن اضره غير ان انا هضر نفسي كفرقة انه مش هيقوم بواجباته ومش هيديني اللي انا عايزه فممكن يخصرك لا ده ممكن كمان يخصرك وتخسره ايه كلعيب زائد غير التوليفة دي كابتن اسلام لازم فيه طريقة لعب المناسبة للمرحلة اللي احنا فيها انت دلوقتي ما عندك شرفاهية ان انت تختار النهاردة بختار الطريقة دي النهاردة بعد لا ده انا لازم اختار الطريقة اللي هي تخليني اقدر اقدي بالظروف اللي انا موجود فيها من الاجهاد ومن وجود اللعبة دي بمعنى ايه ان انا لازم العب بطريقة وبان على فكرة الطريقة الاخيرة اللي لعب بها الراجل ثلاثة اربعة ثلاثة دي انها بتقدر تعود حتة الجري كتير بتاع لعيبة النادي الاهلي والضغط واللعبة بيبقوا قريبين من بعض فعشان كده بتقدر تعود حتة الاجهاد شوية لان لو المساحات اتفتحت وانا لعب مجهد مش هقدر اجري معاك سبرينت قوي ولو عملته مرة مش هقدر اعمله التاني ولو عملته في الشرط الاولاني مش هقدر اعمله في الشرط التاني فلازم الطريقة نفسها مع التوليفة يعني تديني الغرض الاساسي من الموضوع ده دي ظروف خارج عن قراتي مش حاجة اسمها قصر الطريقة دي ما بلعبهاش قصر الطريقة دي ما فضلش لان الراجل اللي جيه ده كمان جاي على وضع صعب مش عارف مش عارف لسه برضو اللعيب وامكانات اللعيبة واللعيبة دي افضل اماكن بتاعتها ايه مش مساءات نص ملعب وخلاص وده ديفينس وده كذا وده كذا الراجل طبعا عنده حاجات معانة وفيه حاجات عايز يضيفها الفرقة وعاد حاجات عايز يديها للفرقة وطريقة معانة مثلا ممكن يفضل لعبها انما هو دلوقتي الطريقة المناسبة للناس المجادة اللي عندي دي للناس اللي هي بعيدة عندي للناشئين الصغيرين لازم طريقة ازا اقول لك تبقى قريبة بدليل ان انت ماتش ازا مالك الشوط التاني برغم ان انت كنت سيء الشوط الاولاني انما الشوط التاني لما غارت الطريقة ولعبت ثلاثة اربعة ثلاثة قدرت تضغط نادي الزمالك وقدرت انك تجيب هدف وكان ممكن تعود وكان ممكن الموضوع يبقى سهل خالص انت فاهم ازاي كذلك برضو ماتش اللي بعده نفس القصة وكسبت اتنين فهي توليفة مع طريقة انما هنقول الصلعيب ده لازم احنا عندنا السلية كذا احنا السلية عارفين انه تعبان ومجهد وده كان وضع طبيعي انه يحصل له القصة دي لانه مش قادر وعلى فكرة برضو علي معلوه نفس الاجهاد وحمد فاتحي نفس الاجهاد يعني في لعيبة ظاهر عليهم الموضوع ده قوي ما عدش اناطح اناطح اننا طبعا لغين عنهم في الفرقة بس افرض انه تعبان ومجهد لازم هدوس اننا لعبه لا لازم اعوض بقى بتوليفة ازاي انا بقولك ان تقدر الاجبال الصغيرين يلعبوا مع الناس اللي هي كويسة في دلوقتي والصحيح بقى لها فترة ما تلعبش انما ممكن تاخد لان انت كمان مش عايز تلصم يا اسلام الماتش الجاي واللي بعده بس انت عندك لو انت بتبص للبطولة والمفروض ان احنا بنبص كلنا البطولة ان كل الماتشات اللي جاي كويس صح فانت عايز تكسب فعشان تكسب طب انت هتلصم الماتش اللي جاي طب واللي بعد واللي بعد ثلاثة يام واللي بعد ثلاثة يعني تفهم ازاي فلازم تدي ناس زي حسام حسن مكبعيد شايفين القايمة برضو يا كابتن شريفة كابتن حشيش نهاردة مثلا تحديدا في عدد من اللاعبين الشباب وعدد من اللاعبين اللي كابتن حشيش بيقوا عليهم راجعين من الإصابات يعني هتولنا الشباب القايمة لو سمحتم عشان نقولها مرة تانية يعني في محمد فخري في زياد طارق شفت انت قلت يا اسلام غزبا عنك عملت الكلام ده لازم تعمله يعني ما تستناش لما يبقى ما فيش حد خالص بقى موجود عشان قدر نغزي من الاول اللي ابتدي يا غزي وعندك زياد طارق لعب ناشئ وكويس وغير ورائع وكل حاجة هي دي القايمة وعندك شريف عبد الماني يعني ما نقولش بس حد فاهم حتختار مين لو شريف مش قادر يقف فيه مثلا هنكمل في ديها كابتن بس فيه مثلا لما تيجي تبص مثلا هتلاقي علي لطفي مصطفى طبعا الشنواء اللي بلعب اكتر محمود متولي برضو استراجع رامي ربيعة برضو ملعبش كتير يمكن ياسر يمكن حمدي حسام حسن برضو لسه بياخد الفترة الجاية وليد سليمان ملعبش كتير ايمن قشب بيلعب محمود وحيد برضو ملعبش كتير محمد محمود كريم فؤاد لويس ميكي سوني يمكن محمد هاني بيلعب كتير احمد عبدالقادر محمد فخر زياد نص اللعبة دي ده النهاردة في التشكيل ده بس إنما قبل كده طب قبل كده كممكن تبدأ برضو من قبل كده نص اللعبة دي يا مصابة يا رجع من الاصابات لا مش يا مصابة يعني رجع من يعني هم على الشاشة عندي محمود متولي مصابة لا رجع من الاصابة رجع من الاصابة ولعب وخد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة